السلام عليكم يا شباب. النهاردة ان شاء الله هنبدأ المحاضرة التانية اللي تخص آآ الفود مايكروبيولوجي آآ بمادة المحاضرة اللي فاتت تتكلمنا عن النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الفانجل استركشور هنتكلم عن ايه في الفانجل استركشور هنتكلم عن سل استركشور اند فانكشن هنتكلم عن الكاركتريستيكس اوف فانجاي هنتكلم عن الفانجاي ريبودكشن وهنتكلم عن الفانجاي and their rules as and recyclers هنتكلم عن الموتشوليستيك ريليشنشيبز او العلاقات التعاونية بين الفطريات والكائنات الاخرى هنتكلم عن هنتكلم عن الفانجاي كباتوجينز فور بلانت انيميل اند هيومن وهنتكلم عن طيب في البداية في وحنا بنتكلم عن فبنقول ايه هو الفانجاي الفانجاي هي كلمة جاية من كلمة لاتينية بتعني المشروز يبقى الفانجاي هي عبارة عن كائنات وحيدة الخلية او متعددة الخلية مجدارها الخلوي ثميك عبارة عن هيتوتروف ديكمبوزرز بتتغذى على المواد العضوية المتحللة وبتكون مجموعة من الخيوط يبقى فانجاي are unicellular or multicellular microorganisms that have thick cell walls heterotroph decomposers that eat decaying matter and make tangles of filaments. طيب ايه هي الkey points of fungi اهم النقاط المتعلقة بالفانجاي? رقم واحد انه الفانجال سيلولز او الجدر الخلوية للفانجاي عبارة عن جدر صلبة وبتحتوي على polysaccharides معقدة بتسمى الكايتين او الشايتين والجلوكان. الشايتين بيدي صلابة للجدر الخلوية بتاعة الفطريات. يبقى فانجال سيلولز are rigid and contain complex polysaccharides called كايتين او الشايتين. adds structural strength and glucans. طيب. الاغشية الخلوية بتاعة الفطريات بتحتوي على مادة اسمها الاروجستيرول. ايه هي الارجوستيرولز? الارجوستيرولز عبارة عن استريدات او جزيئات من الاستيرايدز بتحل محل الكولوستيرول اللي موجود في الاغشية الخلوية الحيوانية. يبقى the cell membranes of fungi contains ergosterols. ergosterols is the steroid molecule that replaces the colesterol found in animal cell membranes. يبقى key points of fungi رقم واحد ان الفانجال سيلولز rigid contain complex polysaccharides called كايتين اندو بلوكانز. رقم اثنين ان السيل membranes بتاعة الفانجاي بتحتوي على الارجوستيرول اللي هي عبارة عن استيرايد ملوكيول. بيحل محل من الكوليسترول اللي موجود في الانيمال سيل ميمبرينز. النقطة الثالثة ان الفانجاي زي ما قلنا ممكن تكون كائنات يونيسللر وحيدة الخلايا او مالتيسللر متعددة الخلايا او بيعتمد على ايه شكل او او تركيب الفانجاي سواء كان يونيسللر ولا مالتيسللر ولا دايمورفك. دايمورفك هنا بيعتمد على الظروف البيئية اللي موجود فيها طيب آآ قلنا انه هما سابروفايتس او هيتيروتروف سابروفايت هيتيروتروفس بيتغزوا على ايه? بيتغزوا بيتغزوا على المواد العضوية المتحللة كمصدر الكاربون. طب. الكي ترمز بقى احنا اتكلمنا عن الكي بوينتس. الكي ترمز بتاعت الفانجاي. احنا جبنا سيرة مركب كده اسمه الجلوكان. الجلوكان ده اني بوليساكرايد. موجود فيه انه وجود في السيلول بتاع الفانجاي. الارجوستيرول ده الفانكشنال اكوفلينت او كوليسترول. ده بديل الكوليسترول اللي موجود في آآ الاغشية الخلوية الحيوانية. آآ كذلك بيعتبر آآ بريكورسور اف بايتمين دي تو. آآ طيب. الميسيليم احنا جبنا سيرة حاجة اسمها مايسيليم او هيفا. الميسيليم ده هو عبارة عن يبقى اي فطر بيتكون من تركيبين. تركيب آآ جنسية او تركيب مسؤول عن التكاثر. آآ الميسيليم الخضري. الميسيليم الخضري هنا آآ بيعتبر the vegetative part of any fungus consisting of a mass of branching بيحتوي على كتلة من الخلايا المتفرعة بتشبه الهايفا ودائما بتبقى موجودة underground. يبقى الميسيليم is the vegetative part of any fungus consisting of a mass of branching a thread-like haifa of an underground. طيب سبتم سبتم هنا معناها ايه? ال vegetative partita اللي هو بتاع الهايفا قد يكون مقسم. مقسم خلايا بتاعته مقسمة. فبقى لقي ان السيل والد فيجن بتوين هايفا of a fungus. الثلاث? ايه الثلاث ده? هو عبارة عن اللي هو عبارة عن الهايفا. آآ بالتراكيب اللي موجودة فيها. يعني ايه سابروفايت? الفانجاي ازا سابروفايت يعني ايه سابروفايت? any organism that lives on dead organic matter. اي اي كائن حي بيتغذى على المواد العضوية آآ المواد الميتة. a certain fungi and bacteria. زي في حال الفطريات والبكتيريا. بعض او البكتيريا. طيب. القيتين. ايه هو القيتين? احنا جبنا سيلة القيتين كده. موجود فين? موجود في السيل وال. عبارة عن ايه? عبارة عن ايه? عبارة عن complex polysaccharide. a polymer of N style glucose amine found in the exoskeletons of arthropods. موجود في ايه الاكسوسكلتون بتاع مفصليات الارجل. and in the cell walls of fungi وفي القدر الخلوية الخاصة بالفطريو. طيب. ايه بقى السيل structure and function ده هنقول رقم واحد ان الفنجاي دور يوكاريوت. have a complex cellular organization زي ما اتفقنا. have a rigid cell wall contain complex polysaccharide زي ما اتفقنا القيتين وغلوكان. ايه اوازيفة الcell wall هنا زي ما اتكلمنا في البكتيريا. and protects the cell from dissociation and the predators. وكمان بتدي شكل ال ايه الخلي. القيتين او الحيتين اللي موجود فيه الcell wall. وزيفة ايه? gives structural strength to the cell walls of fungi. if اوازيفة الcell wall number one protects the cell from predators. gives structural strength to the cell walls of fungi due to the existence of tritin. have a membrane bound nucleus. the dna is wrapped around histone proteins. have mitochondria and a complex system of internal membranes including the endoplasmic reticulum and golgi apparatus. زي وزي اي يوكاريوت احنا درسنين. growth of fungi. بنلاقي ان الفنجاي ده عندنا ال vegetative body بتاعه او vegetative body of fungus. اما ان يكون unicellular او multicellular. او dimorphic fungi. زي ما اتكلمنا. ال dimorphic fungi ممكن يتحول لunicellular. change from dimorphic into unicellular. والunicellular يتحول هو كمان لمulticellular. depending on ايه? depending on the environmental conditions. زي ما اتكلمنا. طيب. الunicellular زي يمين زي اليس. المulticellular زي يمين. زي ريزوبوس. زي اسبرجلوس. زي اي فطر هندرسو. الينicellular فنجاي زي خميرة او الخميرة. الخميرة هي عبارة عن فطريات. فقدت القدرة على تكوين ميسيليم. يبقى عبارة عن اليست. عبارة عن ايه? عبارة عن فنجاي. which are not able to form ميسيليم. such as candida alpicans is a yeast cell and the agent of candidaeus and thrush. اه هي ميكروب مرادي مسؤولة عن بعض الامراض في الانسان. زي candidaeus. والسكروميس السيربيسيا. دي خميرة الخباز او البيكرزي يست. وبتكون مسؤولة عن عملية البيكينج and fermenting. اوكي? طيب. دي اللياني سيليلار فنجاي. المالتي سيليلار فنجاي عندنا تو مورفوليجيكال ستيجي. في المالتي سيليلار فنجاي بنشوف تو ستيجيز. the first one is the vegetative ستيج. زي ما اتكلمنا. اللي هو برا عن ميسيليم والتراكيب اللي فيه. مسؤول عن nutrition. او مسؤول عن absorption of nutrients from the environment. والجزء التاني او ال الستيج التانية هو برا عن ال reproductive stage. وفي المرحلة دي اه بيبقى اكتر جزء مميز فيه هو formation of sports او تكوين الجراسين. الفيجتاتف ده بيبقى شكله ايه? زي ما قلنا a slender thread like structure called hypha. hypha. او mycelium. وفي ال reproductive stage بيكون ال spores او الجراسين. طيب المالتي سيليلار فنجاي او المولتس بنقول ان الماثوف hypha بتكون mycelium. mycelium ده ايه صفاته? رقم واحد. grow on a surface. in soil or decaying material. in a liquid or even on living tissue. يبقى هو بينمو على السطحة او في التربة او على المادة المتحللة في مواد ثيلة او على الانسجة الحية. اه. must be observed under a microscope. بنقدر نشوفه تحت المايكروسكوب. the mycelium of a fungus can be very large. ممكن نلاقي الميسيليم ده حجم كبير. with some species truly being the fungus homongous. زي ما احنا شايفين هنا most fungal hypha are divided into separate cells by end walls. بلاقي ان الhypha هنا مقسمة اهي بجدر عرضية اهي. كل خلايا مقسمة. الخيط كله. الخيط كله. بيكون مقسم لخلايا. الفواصل دي بسميها ايه? بسميها السبتة. او ال end walls دي بسميها ايه? بسميها السبتة. والsingular بتاعها اسمه السبتم. يبقى most fungal hypha are divided by a separate cells by end walls. بتسمي سبتة. والمفرد سبتم. tiny holes in the septa. بيبقى موجود بقى في السبتة دي tiny holes. بتسمح بايه? the allow for the rapid flow of neutrons. بتسمح بيه ان المواد الغذائية تمر من خلالها. آآ to sell along the hypha. وتوصل ليه آآ ال vegetative برض كله او الhypha كلها. يبقى بيحصل absorption for the neutrons through the tiny holes in the septa found in the آآ vegetative برض of the fungus which called mycelium or hypha. طيب. زي ايه آآ طيب انتو فكرين الشكل اللي فادة اهو. في بقى بعض الفطريات بعض الفطريات ما بتكونش آآ ما يصليها مسبتات كده. ما بتبقاش مقسمة بسبتة. ولكن بيكون الهايفة بتاعتها بسميها آآ كونيوسايتك هايفة او مضمج خلوي. بيحصل في ايه? بيحصل انه ما بتبقاش مقسمة والانوية بتاعت كل خلية بتبقى موجودة. فبيبقى الخطة عبارة عن آآ مضمج من انوية خلوية عديدة وبسميه مضمج خلوي. يبقى ده هايفة which belong to the phylum zygomycota. البريد مولد ده بيسببه آآ فطر اسمه الريزوكوس. الريزوكوس ده بيقع تحت اشعبه او فايلان اسمها الزايجو ميكوتا. الزايجو ميكوتا دي بتتميز ان هي هاف هاف نوت او هافنت سيباريتد سيبتة. بديلا عن الهايفة بتاعتها عبارة عن خلايا ضخمة بتتكون من انوية عديدة. بسميها الكونسايتك هافة او المضمج الخلوي. يبقى زي ما قلنا لما هنيجي نتكلم عن انقصام البيجتاتف بارد او اه او مضمج خلوي. يكون سايتك هنا جاية من كون يعني كومن وصايتك يعني سل. طيب الصورة التالتة دي بتعبر عن ايه? بتعبر عن آآ السبتة اللي بتقسم الهايفة بتاع فطر اسمه الفالوفورا رايكاردسيا. تمام? يبقى اما من عندي سبتاتد فيجتاتف بارد او سبتاتد مايسيليم او آآ كونوسايتك آآ هافة. آآ الشريحة دي بتتكلم عن ايه? بتتكلم عن آآ شكل الفطريات. او مايسيليم الفطريات. مايسيليم بتاع فانجر اسمه آآ آآ ا او او زيه زي اي فطر رايزوبوس او فيوزاريام او آآ او آآ رايزوكتونيا. الفطريات عاماتاً لما بتنمو تنمو في البيئات الصناعي او في الاطباء البتري. بنلاقي انه آآ اآ بتنمو في شكل حلقات النمو او قد تكون الفطريات ممرضة للانسان زيها زي فطريات اللي بتسبب التانية وكذلك فطر الالسام للامانتا مسكرية اه اللي موجود في شمال امريكا. بعض الفطريات اه بتصيب الانسان بتسبب لها امراض تسمى للانسان عند التغذية عليها وبعض الفطريات التانية بتكون اه ممكن تؤكل زي الماشرومز او الخماير اللي بتستخدم في عملية التخمير. طيب الفطريات بقى بتتغذز زي? احنا قلنا ان الفنجاي او سابروفايتس. سابروفايتس معناها هم بيستخدموا المركبات الوضوية في مصدر الكربون اه ولا يستطيعوا تسبيت اه كربون اللي موجود في الجو زي ما بعض البكتيريا بتقدر تعمل كذلك انه بتأتيب. هما بيستخدموا اه او او ايه هي مراحل التغذية? بتبدأ في الاول عملية الهضم او ودي عن طريق افراز اكسو انزيم او انزيمات خارجية اللي بيحصل ليها انتقال برا الهايفا يبقى اكسو انزيم او انزيمات خارجية او انزيمات خارجية الانزيمات الخارجية دي بتنتقل من جوة الهايفة لبرى الهايفة في مكان موجود المادة الغذائية بتعمل على تحليلها زي السليولوز بيتحلل عن طريق السليوليز والليجنين او الديد وود وبعد كده بتتحول في الصورة القبلة للتغذية او الجلوكوز وبعد كده يبدأ يحصل امتصاص للجلوكوزة عن طريق او الهايفة وعشان يدخل فيه طيب المرحلة التانية او البيسيد وفيها ان السمولر مولوكوز البروديوز من الديجشن بيحصل لها ابزوربشن تروز الارج سيرفس اريا او ضميسلي يبقى الرقم واحد هو خرج الانزيم بتاعه هضم المواد الغذائية اللي موجودة حواليه رقم اتنين حصل ابتك او ابزوربشن المرحلة دي تسميهاك بيسيدز مرحلة التالتة او الانجشن وفيها انه البوليساكرايد اللي تخز او البوليساكرايد اللي دخل جوه اه جسمه قد يحدث له تخزين اذا زاد عن الحاجة بتاعت جسم الفطر فيه سورة حبيبات من الجلايكوجين اه ولكنه اه لا يستطيع تكوين حبيبات اللي ستارش كما في حالة النباتات يبقى بتتخزن الساكرايدز اللي دخلت زيادة عن حاجة الكزمة فيه حبيبات بتصمى الجلايكوجين يبقى يبقى اللي steps of feeding رقم واحد ديجشن رقم اثنين precedes رقم ثلاثة انجشن في الديجشن بيحصل secreting for exoenzymes outside the hypha تمام بعد كتا بيحصل absorption for the glucose or the smaller molecules produced then storing the excess polysaccharides in the form of glycogen granules بعد كده هنجي نتكلم عن صفات الفنجاي او الكاركترستيكس الفنجاي الفنجاي are more closely related to animals than plants فنجاي are heterotrophs they use complex organic compounds as sources of energy and carbon not photosynthesis فنجاي multiply either asexually or sexually or both the majority of fungi produces spores معظم الغلبية العظمة من الفنجاي بتنتج graceme graceme دي بتبقى haplied cells 1N بتنقسم عن طريق الانقصام من mitosi او mitosis division متعادة تعيي ده الكي ترمز الفانجوي السبور ايه السبور السبور is a reproductive particle هي الجزء المسؤول عن التكاثر usually a single cell عادة ما بتكون خلية وحيدة released by a fungus بيتم تحررها عن طريق الفطر الالجا التحلب or plant that may germinate into another وبيتم انباتها لنظر vegetative cell يبقى السبور ده الجزء المسؤول عن التكاثر reproductive particle هي علاقة علاقة عاونية ما بين مين ومين ما بين الفطر والطح ليشين being associations of fungi and algae often found as white or yellow patches on old walls دايما بنجافها على الحيطان القديمة في صورة powder كده لونه ابيض او اصفر الاسكومايكوتا الاسكومايكوتا ده attack ceramic division بتتبع مملكة الفطريات دوت الاسكومايكوتا بيكوينوا جراسيم محتوطة فين في الصورانجيام قوه حافظة بسمي الحافظة دي ايه اسكس بسميها اسكس او الكيس الاسكي اسكومايكوتا الاسكومايكوتا احنا قلنا ندول organisms that use complex organic compounds as sources of energy and carbon يبقى الفنجاي is a latent word for mushrooms or ascomايكوتا or true fungi ascomايكوتا they are edible mushrooms yeasts are ascomايكوتا plaque molds are ascomايكوتا the producer of antibiotic bencylene bencyllium notatum is ascomايكوتا are all members of the kingdom fungi which belongs to the domain eukarya الفنجاي منها الاسكومايكوتا الاسكومايكوتا دي بتضم عديد من الفطريات اللي بتقدر تكون جراثيم جوه اكياس اسكية زي الماشرومز اليستs البلاك مولد penicillium notatum اللي مسؤول عن انتاج ال penicilline are all members of the kingdom fungi which belongs to the domain eukarya وبسميها الفطريات الحقيقية لان فيه فطريات بتكون imperfect fungi مش هنتعرض ليه زي ايه امثلة الفنجاي شايفين number e ده ده عبارة عن الجزء المسؤول عن التكاثر في فطريات ده number b the coral fungus واللي قدامنا ده عبارة عن الاكسام الثمرية المسؤول عن التكاثر تمام and displays brightly colored fruiting bodies في الكورال فانجس ورقم تلاتة ارسي دي the spores of aspergillus it's a type of toxic fungi found mostly in the soil and the plants والاسبرجلس ده لو احنا جبنا بصلة وفتحناها ولقينا فيها كده بودرة لونها اسود الاسود دي عبارة عن الجراثيم اللي احنا شايفينها دي بتاعت فطري الاسبرجلس وتبقى بتحمل خارجيا هي في صورة ثلاثل بسميها الكنيدو سبورس طيب تكاثر الفطريات بقى بنقول انه ايه هي the key points of fungal reproduction الhomo salic ايه الhomo salic ده الhomo salic دوت عبارة عن male and female reproductive structures التركيب السؤولة عن التكاثر سواء كانت male or female وبتبقى موجودة في نفس تمام تبقى موجودة على نفس الخيط الفطري الجاميتانجيام جاميتانجيام ده عبارة عن الخلية اللي فيها بتتكون الجاميت المسؤولة عن التكاثر يبقى الجاميتانجيام حافزة الجاميتات جاميتانجيام an organ or cell in which gametes are produced that is found in many multicellular fungi and the gametophytes of plants السبور زي ما قلنا the reproductive particle usually a single cell released by a fungus algae or plant that may germinate into another سبورانجيام الجامتانجيام بتحتوى على جاميتات سبورانجيام جام يعني حافظة سبورانجيام معناها حافظة الجراسيم هي عبارة عن اكيس محفظة او كابسول او معاء in which spores are produced by an organism باكيس in which spores are produced by an organism كاريوغامي هي عبارة عن the fusion within a cell البلازموغامي the stage of sexual reproduction دي مرحلة من مراحل التكاثر الجنسي وفيها بيحصل joining the cytoplasm of two parent mycelium without the fusion of nuclei بيحصل اتحاد ما بين اتنين cytoplasm من اتنين خلايا من خلايا الميسيليام من غير ما يحصل اتحاد للأنوية يبقى lesporangium a case or capsule or container in which spores are produced by an organism كاريوغامي the fusion of two nuclei within a cell بلاسموغامي the fusion between two cytoplasm of two parent mycelia without the fusion of nucleo بنجي نتكلم عن او تصنيف الفطريات فبنقول انه تصنيف الفطريات عندنا اول نوع او اول مجموعة من الفطريات بسميها يبقى الكايتريديومايكوتا او الكايتريدز والكايتريدز دول بتتميز بات ايه؟ بتتميز بانها بتكون غراسيم بيضية وغراسيم البيضية دي ليها ميزة مهمة جدا انها متحركة متائلسلز within a single posterior by plush structure زي الفلاجلة يبقى الكايتريديومايكوتا الكايتريدز ده عبارة عن afylum of fungi شعبة من الفطريات distinguished by motyle zoospors motyle zoospors طيب المجموعة التانية هي مجموعة الزيجومايكوتا او الconjugated fungi المجموعة دي هي عبارة مجموعة صغيرة من مملكة الفطريات اللي بتقدر تتكاثر سواء كان sexually or asexually in a process called conjugation ومنها الفطر بتاع rhizobus اللي بيسبب عفن الخبز الزيجومايكوتا الconjugated fungi هما ورعا a small group in the fungi kingdom can reproduce asexually or sexually in a process called conjugation طيب المجموعة التالتة بسميهم الاسكومايكوتا والتاك فانجاي هي مجموعة الفطريات اللي بتكون اكياس زي ما تكلمنا قبل كده ودي most fungi ploida to the belong to the phylum اسكومايكوتا معظم الفطريات بتقع تحت فطريات الاسكومايكوتا اللي بتكون كيس forms of an ascus a sac like structure that contains haploid اسكو مين مين تبع الاسكومايكوتا زي الخماير تبع الاسكومايكوتا السكروميسس بتكون جراثيم اسكية موجودة جوا كيس اسكي جوا بخلية الخميرة طيب البازيدو مايكوتا او ودي مجموعة من الفطريات آآ البازيدية اللي بتصيب آآ النباتات في الحقول وبتسبب لها امراض مش هنتعرض لها او الامبيرفكت فانجاي والامبيرفكت فانجاي دي عبارة عن آآ فطريات آآ بتتكاثر اسكشولي بتتكاثر بطريقة آآ لا جنسية اسكشولي ولا ولا تحتوي او ولا تقوم بالتكاثر الجنسي في اي طور من اطوار حياتها ويه بتسمى بيه الامبيرفكت فانجاي هما ليه امبيرفكت لان هما بدورة حياتهم بتبقى اسكشول ريبوداكشن اونلي وبعد كده الجلوميرومايكوتا 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 جلوميرومايكوتا دي عبارة عن مجموعة اهمة جدا من الفطريات اللي بينمو وبيعوشوا في حالة معيشة التكافلية مع جذور الفطريات جذور الأشجار والنباتات الجلوميرومايكوتا اللي بيبقى تبحها الفرانكيا مهم جدا نعرف المجميع المختلفة لتقسيم الفطريات وميزة كل مجموعة منهم يبقى نقدر نقول من الكلام السابق ان الفانجاي ريبروديوز سكشولي او اسكشولي بتتكاثر في صورة جنسية او لا جنسية البرفكت فانجاي ريبروديوز بوسكشولي اند اسكشولي البرفكت فانجاي هما اللي عندهم مراحل تكاثر جنسية ولا جنسية ولكن الامبرفكت فانجاي الامبرفكت فانجاي ريبروديوز اونلي اسكشولي بواي ميتوزوس في السواء كان هيتكاثر جنسي أو لا جنسي الفضريات تقوم بتكوين الجراسيم اللي بتنتشر من مكان لمكان بإيضاً فلوطن أو هيتشين رايد عن آن أنيمال فانجلس بور هيتكاثر جنسي أو لا جنسي الصورة دي هتوضح مرحلة لما بيتنضج أو بيحصل جوة الجسم بتاع المشروم بيبدأ ينفجر وبيحصل منه عن طريق تكوين هنتكلم عن مجموعة من جميع الفضريات هنتكلم عن مجموعتين المجموعة الأولى هنتكلم عن الزيقو مايسيتس ودور تحياتها ويلاسكو مايسيتس ودور تحياتها في البداية هنتكلم عن الزيقو مايسيتس مين هم الزيقو مايسيتس؟ الزيقو مايسيتس هي عبارة عن سابروبس اللي هما سابروفايتس زيهم زي الفطريات مجموعة منهم بتبقى ممرضة بيتكاثر الزي طيب لو هايقو يتكاثروا يبقى خليتين متقبلتين بيحصل لهم التحام أو conjugation thereby بيحصل sharing genetic content and creating zygospores يبقى في خليتين بيبقوا وقفين opposite for each other بيحصل fusing and conjugation then sharing genetic content and creating zygospores طيب resulting deployed zygospores remain dormant بيفضل الزيغوزبور اللي تكونت بتفضل في طور second او dormant وبتكون محمية باغلفة او thick coats protected by thick coats لحد امتى لحد ما environmental conditions have improved لحد ما يحصل تحصن في الاحوال البيئية ساعتها بتبدأ تgerminate into a new vegetative cell when conditions become favorable zygospores undergo meiosis to produce haploid spores which will eventually grow into a new organism يبقى عند توفر الظروف المناسبة الزيغوزبور بتنقسم انقصام مايوزي لانتاج الخلايا جراثيم الاحدية او الhaploid واللي هتنمو يبقى مين هما الزيغومايسيت and organism of the volum zygomycota الكاريو جامي هو الفيوجن of two nuclei within a cell الزيغوزبور هي الجرسمة المتكونة من اتحاد several zoospores يبقى spore formed by the union of several zoospores الconjugation the temporary fusion of organism especially as part of sexual reproduction هو عبارة عن الاتحاد بين خليتين في التكاثر الجنسي طيب في الasexual reproduction لو جيل فطر بتاع الزيغومايكوت هده يتكاثر لا جنسيان هيتكاثر لا جنسيان ازاي يبقى في جنسيان عن طريق الconjugation طيب لا جنسيان فانجاي reproduce asexually by fragmentation او budding او producing spores اما بيحصل تكسير في الميسيليم او تبرعوم او انتاج جراثيم لا جنسي الفragments of hypha can grow new colonies الhypha اللي اتكسرت دي التكسيرات بتاعتها او الفragments النتجة عن تكسيرها بتنمو ليه مستعمرات جديدة طيب mycelial fragmentation occurs امتى بيحصل امتى mycelial fragmentation بيحصل لما الفانجا الميسيليم بينقسم لقطعتين كل جزء منها او كل قطعة منها بتنمو ليه خلية mycelium منفصلة جديدة تمام كده يبقى الفragmentation تخص الميسيليم بتاع الفطر البودن يخص الخمائر تمام كده يبقى mycelial fragmentation occurs when a fungal mycelium separates into two pieces with each component growing into a separate mycelium السمatic cells in yeast form buds ودuring budding اثناء التبرعهم اللي بيحصل a bulge forms on the side of the cell the nucleus divides mitotically and the bud ultimately detaches itself from the mother cell يبقى اثناء التبرعهم بيحصل انفصال او بيتكون bulge على جانب الخلية وبعد كده بيحصل انقسام للنواة mytozy بعدها بتفصل الخلية البرعوم او بتفصل نفسها عن الخلية الام او mother cell يبقى في بيحصل عن طريق لكن بيحصل عن طريق في الميسيليم بتاع او في خلايا أو الخميرة طب لو جينا اتكلمنا عن دورة حياة بقى اه الزايجو تمام احنا قلنا انه بيبقى في حالة الاسكشوال وفي حالة احنا قلنا انه في حالة الاسكشوال انه الفطر دا او الميسيليم دا يحصل له وكل منه النواة اللي فيها تنقسم هتكون الاسبورز دي اه طيب بالنسبة بقى الاسكشوال اوكي امتا بيحصل 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 لما بتكون الظروف غير مواتية للنمو تمام بيحصل ازاي بيحصل انه الميسيليم تمام كده اه او انا عندي خلية وخلية اتحدوا مع بعض حصل بلازمو جامي زي ما قلنا البلازمو جامي اتنين بتاع اتنين خليتين هيتحدوا من غير اتحاد نووي تمام كده بعد كده يحصل كاريو جامي الكاريو جامي اللي هو اتحاد الانوية بيتكون الزيقو الزيقو بيحصل نوعين من التكاثر التكاثر الجنسي الپناس بيحصل بيحصل الپناس بيحصل والتكاثر الجنسي انا عندي خلية بيحصل على مراحل المرحلة الاولانية بلازمو جامي. بيحصل اتحاد ما بين الطوميسليم من غير اتحاد انوية. طيب بيتكون ايه? بيتكون آآ هتيرو كاريوتيك ستيج. اهي. طيب المرحلة اللي بعد كده هيحصل الكاريو جامي او اتحاد الانوية. ايه هيكون ايه? 2N زيجوت. الزيجوت ده 2N. طيب الزيجوت دوت هينقسم ميتوتك ولا ميوتك? هينقسم ميوتك بي ميوزيس. دو فورم سبور 1N. السبور دا يتوين انفيرومنتال كونديشنس ار سبطول ويل بي جرميناتد انتو امالتي سيليلر ميسيليم آآ سيلي. يراب بتكون واضحة وفهمتوها. يبقى آآ للاختصار الزيجو ميسيت لايف سايكل آآ زيجو ميسيت سيهاب اسيكشوال انسيكشوال لايف سايكل. بتحتوي على دورتين الحياة سواء كانت جنسية او لا جنسية. ان دا سيكشوال لايف سايكل بلاس and minus meeting types conjugate to form a زيجو سبورانجيوم. بيحصل الاول البلازمو جامي. then الكاريو جامي. then الميوتك division then forming of spurs one and then when conditions are available or are suitable spurs germinate into a new mycelium cell. دا زي مين الزيجو ميسيت قلنا زي الرايزوبوس اللي بيسبب عفن الخبز. زي ما احنا شايفين اهو. دي اللي شايلة نقط الصودة دي او اللي سبورانجيو سبورز. قلنا ليه لان الجراسيم ما بتبقاش حرة. لكن الجراسيم بتكون موجودة جوه حافظة جرثومية. اسمها كمان. ازاي بيحصل بقى زي ما شفنا في المشروم لما بيبقى يحصل ماتير لل اللي موجودة جوه بتضغط عليها لحد ما بيحصل هنا في الصورة دي بيصور ال bright field light microscope. شوهد the release of spurs from اسبرانجيوم at the end of هايفا called اسبرانجيو فور. تبقى اللي سبرانجيو فور. زي الحامل اللي شايل اللي سبرانجيوم اللي جواها الجراسيم اللي وقت الماتيرتي هتنفجر واتطلع مين اللي سبرانجيو سبورز. زي يمين زي اه 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 الريزوبوس لو احنا ركزنا في اه اللي اتشرحت من شوية هنقدر نفهم دي بالتفصيل. اه هي نفس اللي احنا شرحنا قبل كده. لكن هنا هنوضح ازاي بيحصل الميتنج بتوين the plus. اه سل and the negative. اه سل. وازاي بتتكون اللي بتحتوي على تمام كده? طيب انا عندي هنا الميسيليم. ميسيليم هنا هيتكاثر عن طريق الميسيلي زي ما اتكلمنا. الاسبورز دي هتنقصم ميتوتيك او انقصام ميتوزي. علشان تجرمينات انتو نيوميسيلير اه ميسيليم سل. دي واضحة. طيب الناحية التانية بقى في التكاثر الجنسي او اللي بيحصل بتكون فيه. هنا عندي ادي 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 مايسيليم اهوت دونر. ومايسيليم طيب. تمام? هيحصل ايه? هيحصل اتحاد ما بين التو اه السايتو بلازم بتوين البلاس ميتنج طيب and نيجاتيب ميتنج طيب. علشان يحصل بلازمو جامي. وده الفيوجن بتوين البلاس and نيجاتيب ميتنج طايبز. تمام كده? هيتكون ايه? هيتكون زايجو سبورانجيما. هتتكون حافزة جرثومية. تمام? حافزة الجرثومية دي هتحتوي على مين? هتحتوي على عديد من الانوية بتاعة النيجاتيب ميتنج طيب والبلاس ميتنج طيب. ولما هتتكون محاطة بيه اه اه كوت اثيك كوت غلاف سميك. تعالوا نشوفها ايه? ادي الغلاف السميك. ان بيحتوي على عديد من الانوية. المرحلة اللي بعد كده هيحصل الكاريو جامي. اللي هو ايه الكاريو جامي? اتحاد الانوية دي بتاعة البلاس ميتنج طيب والنيجاتيب ميتنج طيب. يبقى الكاريو جامي ذا نيكلاي فيوز. تو فورم زايجوت. ملتبل دبلايد نيكلاي. افتر ذات الزايجوت ويل ديفايد مايوتيكالي. هيحصل الانقسام مايوتيكالي. مايوزي. باي مايوزي. اه هنا الاسبرانجيام grows on a short stack. then haploid spores are formed inside. بعد الاتحاد هيكون زايجوت 2N. بعد كده بيحصل اه تكوين الجرثومة. تمام كده? عن طريق الانقسام الميوزي. ودي بتبقى which germinates into a new individual micellium cell when the environmental conditions are suitable. يا رب بتكون اه اتفهمت كويس. اه المجموعة التانية من الفطريات هتبقى الاسكو ميسيتس ودي الفطريات اللي بتكون الجراثيم الاسكية زي الخمير. يبقى احنا اتكلمنا على المسال للفطريات بيتكاثر جنسي ولا جنسي. زي الزايجو ميسيتس ومنه الريزوبس اللي بيسبب عفل الخبز. ودلوقتي هنتكلم عن الاسكو ميسيتس. ودي نوع من انواع الفطريات اللي بتكون جراثيم داخل اكياس بسميها اسكو سبورس. زيها زي الخمير. زي الكانديدا البقانز. طيب الكي points of ascomycota. اي هما الاسكو ميكوة فنغاي. دول are the yeasts used in baking, brewing, and wine fermentation. اسكو ميسيتس are filamentous and produce haiva divided by berforated septa. اسكو ميسيتس frequently reproduce asexually. يبقى عادة ما بيتكاثر عن طريق التكاثر اللاجنسي which leads to the production of كونيدو فورس بينتج عن كده تكون الجراثيم الكوني دية that released هفلويد كونيدو فورس واللي بيتحرر منها الجراثيم الكوني دية طيب إيه اللي بيحصل فيه الاسكو مايسيد reproduction two types of mating strains a male strain which produce an antheridium and a female strain which develops an ascogonium are required for sexual reproduction عشان يصل تكاثر جنسي هنا بيبقى لازم الخلايا بيكون فيها نوعين من الخلايا نوع اللي هو الميل او الذكر بيستعاد عنه يعني بيسمى male cell ودي بتكون خلايا بنسميها الانثرidium ودي بتكون الدونور سلم والفيميل سرين دية develops an ascogonium بتكون ارجانيل اسمه ascogonium وده required for sexual reproduction او الacceptor cell the antheridium and ascogonium combine in plasmagami في مرحلة الاتحاد بتاع السيتوبلازم الخاص بالبوستف and negative او بالانثرidium والاسكو جوني بيتحدوا في في البلازمو جامي at the time of fertilization في وقت بيسمى عملية التخصيب او بيتبع ده ايه بعد كده بيحصل اتحاد نووي جوا الكس الاسكي وبعد كده بيحصل الانقسام الميوزي وبعد كده تكوين الجرسومة الاسكية جوا الاسكوكارب بتكون جسم ثمري الاسكوكارب ده بيحصل في انقسام ميوزي علشان ينتج الاسكو الاسكو سبورز الاسكو الاسكو علشان يبدأ تحررها لما نجي نتكلم عن دورة حياة الاسكو سبورز يبقى انا عندي الميسيليا عنده كونيدو فور اهو الكونيدو فور بيحمل or carrying the كونيدو سبورز the كونيدو سبورز will divide mitotically by mitosis to form spores one in which germinates into a new mycelium cell يبقى الاسكو 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 عن طريق تكوين ايه عن طريق تكوين الكونيدو سبورز طيب بالنسبة بقى للسكشو الاسكو و في بتكون و نشرح ده ازاي ادي عندي اهوة في في بتكون و في بتكون تمام كده اللي بيحصل بعد كده بيحصل بلازمو قامي بيحصل بلازمو قامي في البيعص بيحصل combination between the ascogonium and anthridium will be fused then mitosis and cell division result in the formation of many dikaryotic hypha which form a fruiting body called the ascocarb asci form the tips of these hypha يبقى هيحصل fusion between the anthridium and the anthridium and ascogonium this fusion will be followed by mitosis and cell division resulting in the formation of ascospore the ascospore which found in the ascus او الكيس الاسمي بعد كده بيحصل ايه بعد ما بيحصل plasmagami او fusion between anthridium and ascogonium هي تكون او يحدث بعد ذلك عملية اسمها الكاريو جامي التحدي الانوية كاريو جامي in which the nuclei in the ascus used to form a deployed zygote خلاص كده اد الزيقو تتكون بعد ما الزيقو تتكون هيحصل meiotic division او by a process called meiosis in which an ascus with four haploid nuclei is formed if alzai good one in will divide my to meiotically by meiosis to form four haploid cells in an ascus after that meiosis will be occurred and cell division will be carried out to form eight haploid ascus spores in an ascus after that releasing and dispersal of the eight ascus spores to be germinated into a new mycelium cell يبقى في ال sexual reproduction انا عندي هوت الاسكو جنيم بتاع في ميل والانت ريديم بتاع الميل هيحصل plasmو جامي or fusion between them uh at the end of the mycelium بعد كده هيحصل كاريو جامي الكاريو جامي between the uh nuclei in the ascus used to form the zygote الزيقو هنا تو ان بعد كده بيحصل ميوتك division الميوتك division بيتكوين 4 haploid cell after that بيحصل uh mitosis or mitotic division to form 8 haploid cells ال8 haploid cell هاي صلوم releasing to be germinated into a new mycelium cell يبقى the life cycle of an ascus mycete is characterized by the production of ascii during the sexual phase well haploid phase is the predominant phase of the life cycle الكي تورميز هنا في الريبروتكشن بتاع الاسكو ميسيت انه البلازمو جامي دي مرحلة اتحاد نين الصيتو بلازم بتاع الانت ريديم وبتاع الاسكو جنيم او الصيتو بلازم بتاع البلاس ميت والنغاتيف ميت يبقى بلازمو جامي stage of sexual reproduction joining the cytoplasm of two parent mycelia without the fusion of nuclei غير اتحاد الانوية طيب الكاريو جامي الفيوجن between nuclei الاسكو ميكوتا a taxonomic division within the kingdom فانجوي ماشي بتتمييز بيه الاسكو ميكوتا بتتمييز بالproduction of spores in a microscopic sporangium called ascus وبتتمييز بتكوين الجرسيم داخل كيس بيسمى اسكس طب ايه هو الاسكس؟ هو عبارة عن يبقى هو عبارة عن خلايا بتشبه كيس موجودة في الفطريات الاسكية it is a reproductive cell يبقى هي خلايا مسؤولة عن عملية التكاثر in which myoses and an additional cell division produce 8 spores فيها بيحصل انقصام الميوزي وبيتكون ثمان خلايا احادية طيب الاسكو سبور ايه بقى الاسكو سبور اسكو سبور دي عبارة عن asexually produced spore asexually produced spore not asexually يعني هي عبارة عن قرثومة نتجة من التكاثر الجنسي from the ascus موجودة جوه الاسكس وبقى الاسكو ميسيت فانجاي في مجموعة الفطريات الاسكية الكونيديا هي عبارة عن الفطريات ايه بقى الكونيديا يعبارة عن الجراسيم اللاجنسية الاسكوال اللي اللي بتتكون اثناء الايه الاسكوال production of ascomycetes يبقى الكونيديا هي عبارة عن asexual non motile غير متحركة non motile spores of a fungus named after the cric word of dust conya also known as conidio spores and mito spores يبه هي asexual non motile spores of a fungus بزاي بيحصر releasing بقى الاسكو spores هنا دوت bright field light microscope chose asco spores being released from ascii in the fungus talaromyces هذه هوة الخلية بتاعة الخميرة وادي الكيس الاسكي بداخلها الكيس الاسكي بيحمل ادي الجراسيم اهي تمام كده بيحصل لها بيضغط على الخلية وبيحصل ريليزنج للاسكو spores اللي موودة خارج اه الخلية خيط هل الفطريات بتكون ممرضة اه الفطريات ممكن تكون ممرضة لمين للبلانت للانيمالز للهيومان باثوجينز اه ان بلانت فانجاي كان ديستروي بلانتشو دايرتلي ممكن انها تدمر اه الانسجة النباتية مباشرة او من خلال افراس بعض التوكسينات او السمون اه which usually ends in host death اللي بتؤدي في الاخر لموت العائل and can even lead to ergotism in animals like humans يبقى اما انها بتصيب الانسجة اه النباتية مباشرة او بتفرز توكسينات فانجاي كان ديستروي بلانتشو ديرتلي or through the production of بوتين توكسين which usually ends in host death and can even lead to ergotism in animals like humans during my causes اثناء الاصابة بالفطريات الفانجاي like dermatophytes دي مجموعة من الفطريات احنا قلنا عنها successfully attack hosts بتنجح في انها اه تهاجم العوائل الخاصة بيها by colonizing and destroying their tissues عن طريق انها بتستعمر الخلايا وتدمرها طب الكيتورميز هنا بتاعة الباثوجينيستي اوفانجاي ايه بيقول ميكوزيس ميكوزيس دي يعني مرض فطري ما اسمع اقول ميكوزيس يعني مرض فطري يبقى ميكوزيس عبارة عن and fungal disease caused by infection and direct damage طب الدرماتوفايت درماتوفايت ده عبارة عن فطر ممرد بيفرز ايه بيفرز انزيمات خارجية بتسبب تحليل الكراتين بيسبب مشاكل او عدوة في الجلد زي athlete's food يبقى الدرماتوفايت a paracetic fungus that secretes extra-cellular enzymes that break down keratin causing infection in the skin such as athlete's food طب الافلاتوكسن ايه الافلاتوكسن ده الافلاتوكسن ده الافلاتوكسن ده برا عن ثم بيفرزه الفطر بيبقى كارسينوجينيك تمام بيلوث الحبوب والمقصرات بعد عملية الحصاد وبيسبب امراض ما بعد الحصاد او post-harvest diseases يبقى الافلاتوكسن is a toxic carcinogenic compounds released by fungi of the genus aspergillus aspergillus بيقدر يفرز سموم contaminate nuts and green harvest such as post-harvest diseases زي ما بنفتح كده مثلا الفول السوداني وبنلاقي الفول السوداني ده وتنامي عليه مواطنونها اخضر الاخضر ده فطر الاسبرجلس flavus وبيفرز تكسينات سمى مميتة للانسان في بعض الاحيان فعشان كده نبعد عن بزور اللي بتكون ملوثة بالفطريات وما نظفهاش ونكلها لا نرميها الارجوت الارجوت ده هو عبارة عن فطريات بتصيب الحشاش طيب الفانجل باثوجينز تمام زي ما احنا شايفين دي سم فانجل باثوجينز زي العفن الاخضر على الموالح العفن الاخضر على الموالح ده بيسببه مين؟ بيسببه البنسال يام سبيشيز طيب الباودري مالديو زينيا ادي نبات زينة اهو وعليه البياض الدقيق وبنلاقيه طبعا على السطح الصفل الأوراق في صورة بودر لونه أبيض ده طبعا بيقلل امتصاص العناصر الغذائية بوسطة الورقة وكذلك بيأثر عن عملية البناء الضوئي فبنلاقي ان النبات بيتبل وبيموت ستم رست اون اتشيف فبارلي ادي اهوة صدق الصاق في الشعير شايفين اهوة صدق الصاق في الشعير بتسببه بعض الفطريات البازيدو مايسيتس اللي تبعه البازيدو مايكوتا طيب نمبر دي او العفن الرمادي على العنب يبقى دي بعض النباتات اللي بتصاب ببعض الفطريات يبقى الفانجل براسايت ان باتجنس ستش از غريم مولد اون غريب روت باي بنيساليام سبيشيز اه باودري ميلدو اون زينيا اه الستم رست اون شيف اون غريب روت اون غريب طيب بالانيمال ان دي هومان براسايت ان دي باسوجينز الميكوزيز انفكشن زي رينج ورم present ازا رينج بعض الاصابات الفطرية بتبقى على هيئة حلقة حمرة على جلد الانسان تمام؟ اه دي باسميها رينج ورم بتتسبب عن طريق بعض الفطريات تمام كده؟ طيب بي از اترايكوفايتون اسبيشيز تمام كده؟ اترايكوفايتون ده بيسبب ايه؟ بيسبب سوبرفيشيال ميكوزيز عن دي سكالب اه نمبر سي اه اه استو بلازما كابس لاتم وده هبارة عن اسكو ميسيد بيصيب المجرى التنفسي وبيسبب اعراض شبيهة بالانفلونزا وهنا بنقول ان الفطريات كمان بتكون صعبة صعبة العلاج علاجها بياخدوا فترات طويلة فممكن الجراسين تدخل جوا مجرى التنفس ويصاب الفرد او البني ادم لفترة طويلة جدا على ما يقضي على الجراسين داخل مجرى التنفس وبتسبب امراض شبه الانفلونزا يبقى اعقاد يصيب الانسان وبيسبب بعض الامراض زي الرنج وورم وزي اه طيب ايه بقى اهمية الفطريات في حياة الانسان طبعا احنا ممكن نستخدمها كمبيدات حشرية تمام ممكن ان احنا نستخدمها كغذاء او food like the medium mushroom like the penicillium which is used to ripen mini cheese زي الpenicillium بيستخدمه في تصويت بعض الاجبان زي الكفور ممكن استخدمه في عملية التخمير وانتاج المشروبات الروحية او drinking beverages زي خميرة وديه طبعا طبعا الاسكوميسيتس ودي شايفين ادي هالخميرة الخلية الام المدرسل وبعد كده البطسل او وجوه عبارة في الاكياس الاسكية او الاسكس اللي بتحتوي على الاسكو سبورس السكاروميسيتس which is also known as baker's yeast and it is important in the making of bread and beverage drinks ومن هنا بقول شكرا وإلى اللقاء في الحضر القادمة ان شاء الله موسيقى موسيقى